مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الأول متوسط المنهج الجديد درست اليوم اليونت السابع الدرس السابع أنوان الدرس خطر قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجا فيسبوك ورستات طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس اليونت السابع الدرس السابع دينجر معناها خطر بالفقرة الأولى اقل read the conversation اقرأ المحادثة ودى الساعد ساي ما الذي يقوله ساعد put each phrase A to G ضع العبارات من A إلى G منطيني مجموعة من الأجوبة أو تكملات الجمل اللي منطيني إياها ضع هذه العبارات in its place في مكانها المناسب من 1 إلى 7 في المكانات المناسبة هنا من 1 إلى 7 يعني مثلا الأم تسأل تقوله ساعد where is I'mel ساعد أين أمل لازم تطلع الإجابة المناسبة لهذا السؤال من العبارات اللي منطيني إياها من A إلى G فأنا جي نشوف شنو الإجابة المناسبة لها what's the matter ma'am ما الأمر يا أمي غير مناسبة I'll go and look سوف أذهب وأنظر غير مناسبة she was in the sitting room two minutes ago لقد كانت في غرفة الجلوس قبل دقيقتين هذا من الممكن نكون سؤال مناسب لكن هي سألتها أين أمل مفروض يكون جوابها دقيق بما فيه الكفاية لهي سؤال أمة فأنا نشوف شنو الإجابات الأخرى I've got her ma'am لقد حصلت عليها يا أمي she is okay إنها بحال جيد غير مناسبة I don't know أنا لا أعلم شوف هنانا سيلته قالت له وين أمل قالها أنا لا أعلم هذا أكثر خيار مناسب لهذا السؤال اللي بعدها have you seen her هل رأيتها هنان شنو الإجابة المناسبة لهذا السؤال من الممكن أن يجاوبها she was in the sitting room two minutes ago لقد كانت في غرفة الجلوس قبل دقيقتين قالت لها did she go into the garden with you هل ذهبت إلى الحديقة معك فيجاوبها يقولها no she didn't قال لا لا تفعل oh no كلا يعني هنانا بلشت تتفاجأ أو تقلق على بتها فشنو اللي رح يرد عليها سعد سألها يقولها what's the matter mom ما الأمر يا أمي ليش يتجد تقلقانا the bathroom فقلت له قالت للحمام وبيها علامة تعجب يعني صرخة تبقى على صوتها شنو اللي رح يسألها أو رح يرد عليها سعد يقولها what about the bathroom شبيل الحمام شنو المشكلة مع الحمام قالت لها I filled the bath with the very hot water لقد ملأت الحمام أو هذا البانيو بماء حار جدا فشنو الإجابة المناسبة لهذا السؤال أو هذا الجملة رح يجاوبها يقولها I'll go and look سوف أذهب وأنظر قالت لها run run أركض أركض بسرعة فشنو الإجابة المناسبة لها لقد قدنا فقط دي I've got her mom لقد وجدتها يا أمي She is okay لأنها بحال جيد فهي تخيلت أنه من الممكن تروح بدها بالحمام وبالتالي أما تغرق أو من الممكن تنشوب بالماء الحار هذا ما يخص النشاط الأول هذا النشاط من الممكن ناظر أن يجب الامتحان التحريري بسؤال التوصيل أما يجب لي على شكل سؤال التوصيل ينطيني الجمل مجموعة من الجمل اللي سألتها الأم لابنها وينطيني الإجابات مع لابنها ويقول لك وصل الإجابات بالأسئلة المناسبة لها أو وصل الأسئلة بالأجابات المناسبة لها هذا ما يخص التمرين أو النشاط الأول تمرين رقم واحد أو التمرين الأول شي يقول لي يقول لي read and talk اقرأ وتحدث شوفوا طلاب هنا أنا أكو فكرة جديدة الأستاذ رح يختار طلاب اثنين طالب يتحدث بهذا الكلام والطالب الآخر يريد عليه بهذا الكلام لكن هو منطيني أكثر من خيار يعني مثلا الطالب الأول شي يقول يقول سمعت بأن راشد أما يقول سوى حادث الطالب الأول يقوم يقول وحدة من ذن الجمل بكيفة فالطالب الآخر يريد عليه يقول لي إذا قال yes he did وإذا قال has had an accident يقول لي yes he has الطالب الأول يختار الاختيار الأول يجاوبه بالجاوب الأول يختار الاختيار الثاني يجاوبه بالجاوب الثاني وهكذا فهنا نكمل المحادثة يقول لي is he bad أو is he ok هل هو بحال سيء أو هل هو بحال جيد فالطالب الآخر أما يقول لي not too bad أو no he isn't كيف هميا إذا قال له بعد يقول لي not too bad وإذا قال له ok يقول لي no he isn't وهكذا مع الوقية إذن هذا مجرد محادثة بين طلاب الثاني شوفوا هنا نكاتب لي students A الطالب الأول students B الطالب الثاني فعبارة عن نشاط صفي للمحادثة الطالب الأول يقوم يقرأ هذا الجمل والطالب الثاني يقوم يقرأ هذا الجمل ويسوى المحادثة بداخل الصف كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفاوي أما تمرير رقم الثاني يقول لي read the speech bubbles اقرأ هذه فقاعات الكلام and match them to the dangers وطابقها أو وصلها بالصور وهالنوب يقول لك ذن الجمل مناسبات الياهية من ذن كلمات يعني مثلا I can't read the map لا يمكنني أن أقرأ الخريطة أول شيء المربع الأول أخلي به أخلي به رقم الصورة المناسبة يا صورة من ذن الصور مناسبة لهذا الكلام هذا الشخص يريد يحاول يقرأ الخريطة فوصلها بالنقطة رقم أربعة أو الصورة رقم أربعة زين يقول لك I can't read the map أنا ما أقدر أقرأ الخريطة إذن بالتالي شو رح يصير به getting lost رح يضيع فأوصلها بالD إذن وصلتها بالصورة المناسبة وبالعبارة المناسبة I can't swim لا يمكنني أن أسبح يا صورة أكيد الصورة رقم 6 فأكتب رقم 6 شنو العبارة المناسبة له Droning الغرق فأوصلها بالB She is playing with matches هي تلعب بأعواد الثقاب يا صورة صورة رقم 2 ويا عبارة مناسبة له أكيد عبارة burning الحرق فوصلها بالA She is playing with a knife هي تلعب بالسكين يا صورة صورة رقم 3 والعبارة المناسبة cutting herself سوف تجرح نفسها She is running on wet floor هي تركض على أرضية رطبة يا صورة صورة رقم 1 من الممكنة الزحلة وبالتالي رح تسقط وبالتالي أوصلها بالF falling معناها سقوط She is not crossing at the traffic light هي مثل تعبر على خطوط العبور أو عنده نقطة المرور يا صورة صورة رقم 5 إذا ما عبرت على خطوط العبور أو نقطة المرور شنو العبارة المناسبة لها ال E Being hit by a car من الممكن أن تضربها سيارة هذا ما يخص تمرين رقم 2 كذلك هذا التمرين عبارة عن النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا كل أنشطة أنشطة صفية ما عنده شيء من الممكن أن يأتينا بالامتحان التحريري مجرد أنشطة عبارة عن أنشطة صفية الأستاذ يختار طلاب اثنين يسوي المحادثة بداخل الصف أو من الممكن أن الجمل اللي أخذناه بداية الدرس يجيب على شكل توصيل يطلب من الطلاب أن يوصلون الجمل بالنهايات المناسبة لها أما التمرين رقم 2 أو التمرين الأخير كان مجرد عبارة عن نشاط صف نوصل العبارات بالصور ونوصلها بالجمل المناسبة لها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو وظافة تحبون تقدموها لقدرون تتواصلوا إلى حسبات المددس في الفيديو في الوصف